تحذير هام هذا البرنامج يسبب الإدمان هذا البرنامج رواه الشيخان فيه حدثنا فلان عن فلان عن علام فبأي آلاء عقلكما تكذبان حديث وتعليق محمد عمرك ما تمنيت إنه لو كانت كاميرا أيام النبي آه أنا كنت أهم حاجة عندي كنت عايز أعرف شكله إيه بالظبط أو الرسم حد يرسمهن حد يرسمهن ممنوع من تصوير وممنوع الرسم في الإسلام مصورون هم أشد عذابا يوم القيامة أكثر من القتلى والزناه والكفار مصورون أكثر شيء فأنا كنت نفسي أعرف النبي ده شكله إيه بس وصفه لنا في الأحاديث آه ليه هو أوصاف غريبة كده آه أنا أبتدي أديك بعض الأوصاف وقول لي رأيك آه أنا مثل الرسم دلوقتي عايز أشوف أبو هريرة نقل لنا بعض التفاصيل ونشوف كل واحد علي مثلا نقل لنا بعض التفاصيل جبير بن مطعم مثلا أبو هريرة قال لك ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كسبنا صلاة النبي كأن الشمس تجري في وجهك برضو لسه ما تترسمش وما رأيته أحدا أسرع في مشيه من رسول الله نعم بيمشي بيمشي زي مستر بينك كده آه هلك اسمها النسلان ما مشيته أعطلو لقب اسم المشيه النبي مشيه النسلان في سباق في النابيات سباق النسلان نسلان للمسابات الطويلة مسابات الطويلة كأنما الأرض طواله إن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترد نعم ما بيتعبش كان علي إذا وصف النبي قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المترد ولا طويل قوي ولا قصير قوي كان ربعة من القوم ربعة يعني متوسط كده ولم يكن بالجعد القطط ولا الصبط كان جعدا رجلا يعني إيه جعدا رجلا يعني لا هو كورلي ولا هو كده ستريت كده اللي هو نص نص لم يكن بالمطهم ولا بالمكلتم وما تسألني إيش الله يخلي إلا المطهم ولا المكلتم وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشي والكتد أجرد دو مسربة شتنا الكفين والقدمين شتنا الكفين والقدمين إذا مشى تقلع يعني إيه كل ده كأنما يمشي في صبب في صبب يعني وإذا التفت في غرام يعني؟ لا بيمشي يعني كأنه بيجري نسالان تاني وإذا التفت التفت معاً كان عنده مشكلة في رعابته تقريباً كانتش بارا في لف كده لازم يلف جسمه كله في وصف تاني لم يكن النبي بالطويل ولا بالقصير دي شفنا خلاص دي اعتبر كده إيه وصف شتنا الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس كراديس اللي هم إياه آه أعتقد الفوق يعني هيكل هيكل إنه طويلة المسروبة طويلة المسروبة مسروبة دي إيه إيه المسروبة تصدين من وجه عارف طويلة المسروبة دي كم إنش يعني وكان كان كم حديث آخر كان كثير شعر اللحية خبع يالك يا أعلاد النبي طولي المسروبة وجهه مثل السيف انت بتروح بعيد ما تروحش مني بعيد بل كان مثل الشمس والقمر وجهه مستدير راوند ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة مع ختمة زي البيضة محظوظة على ما هو الأنبياء لما بيطلعوا بيكون عليهم سيل من الرحم كده أه made in heaven لشان يثبات إنه هم أنبياء أه فيه أوصاف تاني عندك النبي أه فيه عايزي يعني كتافه كان صدره عمل إزاي لن بشرته وصلنا إحنا لن بشرته أنا أعرف الحديث اللي بتقول إنه فخاره كان بيضة هو بيضة أبيض أو تحت إبطه أبيض كنا بقوله كمان آآ آآ مش عارف أبيض إزاي في الجزيرة العربية وكان سمين كان سمين في سنن الدارمي قالك إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود لأنه بياخد وقت بياخد وقته عشان قالوا ما تسبقوني فمهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع يعني 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 كان عنده كرش آآ أكيد كرشه الشريف بطنه الشريف آآ وعلى فكرة هم تحرجوا منها فغيروا بدنت وقالك بدنت يعني كبرت في السن في حد في ستين كبير في السن يعني يعجز أبو هريرة قالك عن النبي كان كان بيقول حدتني أهدب الشفريني أبيض الكشحين أهدب أفلج ما هو أفلج تعرف فيلم عنطر وعبل عنطر بن شداد كان في واحد اسمه كده مش عاية في العمارة كان يقولك أدبج أفلج أدهج أحلج صدقني يا ابن عباس قالك كان أفلج التانيتين اللي هم السنتين كده كان عمي كان سنتهم منفرجتين زي رونالدو إذا تكلم رؤيك النور يخرج من بين تانيها تحييل دي عندك دي تعرف عندك الجمال الرسول أنا كل اللي أعرفه واللي سمعنه كان أبيض وكان عريضة المنكبيني مش رعيب الفلنكاتي مش رعيب السلنكاتي حاجات زي كده آآ لا كان ضخم اليدين والقدمين يعني عن أنس بيكفوت كبير كبير يعني حاجات كتيرة اللي هي لو احنا عادنا نوصف النبي اعتقد الشيء ونقيده الشيء ونقيده ايه رأيك في كل ده اللي تقال استفدنا ايه يعني دي مواصفات ممكن تنطبق على اي مخلوق في الدنيا يعني اي بلو ووركر في امريكا حتلاقيه وشه ابيض مستدير حتلاقيه بادين حتلاقيه كتافه عريضة حتلاقيه وراكه بيضة لمواغزة لا ما هم عايزين يوصلون لنا انه هو كان الانسان المثالي حتى في جسدي حتى هل بدانا زمان كترمز العز طبعا انت لقلت النهاردة ان هو بديني النهاردة دي عيب لكن لو زمان وبدين ومكتنز وضخم الكفين وضخم الرأس رأس بتاع دي كلها علامات على العز والفحولة والرجولة اه اقول له الا الفحولة بقى وستة وثلاثين حصان تلاثين هلا كان تلاثين ولا اربعين كنا نحدث انه له قوة تلاثين رجل من اللي حدثهم وعرف ازاي وجب يعني جهاز كده اسمو السكسوميتر اس بيه البوتنس بتاع النبي عشان يعرف اذا كان هو تلاثين حصان او هم عايزين يوصلو لك انه النبي كان قوي في كل شيء كفه ضخمة رجله ضخمة راسه ضخم بيء اقوى من بيء اه اللي هو كل حاجة هو افضل بس ده هستفيد ايه لو انا عايز حاجة روحانية لنفسي فيش لو عايز اتبعه في حاجة لو عايز استفيد منه مبدأ اخلاق هو شوف هي من التراديشن بتاع التصوف وبتاع انه يمدح النبي يعني فيه اغنية يقول لك قامارون سيدنا النبي قامارون انتش عرفك شوفتوا فين عشان تقول عليه قامارون احنا بنشوف الصور بتوع اللي كانوا من مئة سنة في الجزيرة العربية بقولوا يالهاريسويد ده ده كان شكلهم من مئة سنة مابلك ايام بألف قبل ألف وربعمائة سنة يعني حيكونوا اسوأ بقى واشعس والشمس حرقاهم وبتاع جبتوا المواصفات دمين يعني لو هم عايزين طبعا اكيد شلولوا كل الحاجات اللي ممكن تأيبه تشينه يعني فاكيد انه عملوا وصف من عندهم هل تعتقد انه ده وصف صحيح اصلا لا يعني شخصيات متخيلة ولا وصف المسيح اللي وصل لنا بيكون صحيح بيكون اوصاف اللي بيحب انسان عايز يتخيله في افضل صورة ده طبيعة البشر يعني فهو عايز يقرب له لحاجة كده اللي يحبها النهاردة ختم النبوة قال لك كان كامتال التقاليل على كتفي زي التقاليل تعرف التقاليل اللي هي ايه احنا بالمغرب تالول اللي هو ايه برضو واكسب نصاته يعني حاجات جلدية كده بتكون متجمعة في حتة زي الشمات اه زي الشمات وفيها شعر شوية كده اه شمه بشعر اه فدي كان متجمعة عند كتفه اه ده هو ختم النبوة قال لك درجة انه جا واحد عنده وقال له انا عايز اه اه ممكن اعمل لك عملية جراحية واشيلها قال له طبيبها اللي خلقها قال له انت مش طبيب انت رفيق هو تقريبا عيب خلقي بس اه رجعوه حاجة اه اه اطفى عليه حهالة ده حاجة النبي النبي ما ينفعش يكون تخلق بوحمة درجة انه قال له كانوا بيكشفوا عنه هو صغير عشان يشوفوا هل في ختم ختم النبوة ده اه ده السيلة ده حاجات كلها مخترعة عشان يعني يزبط الحب مشكلة انه مفيش لا اليهود كانوا بيكشفوا على انبياء ومشوفوا فيه تقليل ولا لا كانش في الحكومة ولا المسيحيين مثلا يكشفوا يقولوا خلينا نشوف ده نبي ولا رسول هي حاجة اخترعة على العرب فقط حكاية ختم النبوة دي غريبة لا تجد لها قطر في اي دين تاني صحيح ولو كان الموضوع بالسهولة دي كان على كتف وقف عند الكعبة فالناس حيبصوا يقولك اه والله نبي ما فيش حاجة يعرفها انه الناس كانوا بيتعرفوا عليه انه نبي وازاي ختم النبوة عبارة عن تقليل ما يجيب لنا حاجة مكتوبة مثلا اتبعوا هذا الرجل اه مثلا هذا نبيهم من عندي هي شوية تقليل عليها شعر ما تقبروا بخطر ابو فاطمة اه ما تزقلهش بالطوب فكرني كل مرة يطلع عليه سلفي وقل لي بطيخة فيها اسم الله اه بالبزر بالبزر بيضة فيها مش عارفية اللي هو نفس الشي تقليل انه ختم النبوة الخلاصة ايه اللي وصلنا له من وصف النبوة ايه اللي استفدنا انا وانت انا انا شخصيا انا وانت ما بنستفدش احنا بنوعد نضحك شوية يعني دي هو شوية الضحك اللي بنكلهم انا بستفيد دي والسمسمية اللبنانية دي عظيمة اه حلو انا بستفيد من كل الحلقة دي استفدت دي وطبعا من وصف النبي استفدنا ده هو اللي انا شايفه اللي شايفه صفر وصف النبي لا بيفيد ولا بيدور كلام النبي هو اللي بيدور من هي دي الخلاصة انا اشكركم وانو حابين تكونوا معانا في الحلقة الجاي اي واحد ما بيحطش لايك للحلقة دي هنمنعه في الحلقة الجاي ما يشوفهاش ما تقولوا ليش ازاي هعملها الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة